السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا وقبل كل شيء كنشكر جميع المتتابعين ديالي وكنقولكم ربي يستركم فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه وليدابة كما كتشوفوه جبتكم واحد الوصفة جديدة وهي تورتية دي بطاطا اصلها اسباني في اسبانيا كاسموها تورتية دي بطاطاس وجبتها يعني على الطريقة الاسبانية الصحيحة احنا المغربة كنعدلوها يعني معروفة عنا تورتية دي البطاطا واللي ما عرفاش دابة ان شاء الله نبدو مع الوصفة ونتمنى دعجبكم وهد الوصفة يعني كدعجب سواء الكبار او الصغار كيمكن لك تقدمها في الصندويش والدوكلة هيدا مع المايونيس وكيتشوب وصراحة كتجي رائعة ودابة نبدو مع المقادير عندنا البطاطا حسب اللي بغيتي بيضات واحد البصلة وملح وزيت للقلي اول حاجة كنقوم بها كما كتشوفو قشرط للبطاطا ودابة كنقطعها بهالطريقة هذي يعني ممكن لكم تقطعوها على شي طابلة على طابلة العمل ولكن أنا الصراحة كنقطع بهالطريقة هذي طريقة عشوائية يعني ماشي ضروري تكون أطراف متساوية وإنما تكون يعني أطراف صغيرة بهالطريقة هذي كما كتلاحظو وكنقطع البصلة الشرائح طويلة ومن بعد ما قطعتم كنعمل لم شوية دلملاح وكنقطع مكيما كتشوفو في الشبكة باش كتقطرنها مزيان من الماء لأن بما أنها سوف تقلى يعني ضروري تقطروها مزيان من الماء وكنعمل واحد المقلات فيها واحد المقدر ديال الزيت كما كتشوفو يعني الزيت نباتية ماشي زيت الزيتون لأن الزيت الزيتون في اللقال يعني كيعطي واحد المدق قوي بزاف ولهذا أنا للقالي دائما كنستعمل زيت نباتية يعني الزيت بنوار الشمش وده باك نعمل البطاطا والبصلة مع بعضها كين من الناس يعني البصلة ما كيقلوهاش مع البطاطا كيخليوا هاي ديك خضراء كيقلوا غير البطاطا والبصلة من بعد كيقطعوها لا أنا لا أنا أفضل يعني قلي البطاطا والبصل مع بعضهم بهالطريقة هدي وهدا الوصفة هدي ضروري يعني البطاطا لا يجب عليها ان تنقلها مئة بالمئة يعني اتقلها مئة بالمئة لا ضروري دبقى شوية رططبة لانا اذا قلتوها مئة بالمئة يعني قلية مزيان ما كتجيش الطرطية مزيانة وكيف ما كتلاحظو ده بك نحرك بش ابتطل للفوق يعني الطبح تهية وفي هاد اللحظة هادي كنزول البطاطا لانها طيبة خلاص رطبات يعني رطبة مزيان وكنعمل البيض اه الصراحة ترطيض البطاطا اه فيها البيض بزف انا عمله تمانية البيضات اه كنعملهم شوية الملاح بامكانك يعني دعملي شوية ابزار وشوية ده المعدنوس انا الصراحة ما كنعملها لا ابزار ولا معدنوس لاني انا بغيت نقدمها للطريقة الاسبانية الصحيحة يعني ترطيض البطاطا البصلة والبطاطا والبيض والملح وخلاص ومن بعد ما خلط البطاطا مع البيض اه في نفس المقلاء كان خوي من نا الزيت كان خلي غير معي القاد الزيت كيف ما كدلاحظو وكان خوي الخالد دينا فيها ومره مره يعني كان حرك شوية لانه اذا ما حركتاش هاد الترطيه هادي يعني غليطة بزاف اذا ما حركتاش البيضات معي طيب ولكم شم الوسط يعني ضروري التحريك النار خاصة تكون مهيلة النار في هالوصفة هادي خاصة تكون ضروري مهيلة لانه الى عملنا نار مجهدة غادي تحرقنا والوسط معي طيب شم زيان ولهذا حركوا بهالطريقة هادي ومن بعد واحد خمسة دقايق كنتشوف القاعدية لوش طاب لانه من الفوق يعني ملوس طيبة بقى غير من الفوق وكان قلبه بهالطريقة هادي كنجيب غلاقة كنعمل عليها ونقلب كيف ما كنتشوفو يعني الزيت ما فيها شي بالزاف اه صافي هادي هي الطريقة وكتحولو يعني دا بما امكان دا دخوي وآه فتاطا كاملة لانه كادلتسق في في الغلاقة دا 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 داميلة وعوطوها بها الطريقة هادي وصافي باش كدبقاء على شكل دائري يعني تاخدوا ملعقة ودداء وطوا فيها ومن اللي كان قلبوها يعني طبيعة الحال النار منخفضة وكنستنة واحد خمسة دقايق اخرى يعني عشر دقائق للطهي بالبيض ودبا الترطية دينا ها هي وجدة وبالصحة والراحة ونتمنى دعجبكم الوصفة وتجربوها مع الاهل ديكم والأصدقاء بإمكانكم يعني دعملوها في الخوبز كساندويتش لأنه الإسبانكي عملوها في الخوبز كساندويتش وهذه هي ترطية البطاطا ونتمنى تكون عجبتكم